إن كنت محاصراً تحت انهيار ثلجي، فقد يساعدك البسق على الخروج. حالما تتوقف عن الحركة، اصنع ثقباً صغيراً حول وجهك، ثم ابسق في الجيب الهوائي، وانظر إلى أين تحمل الجاذبية لعابك، ثم ابدأ في الخروج بالحفر في الاتجاه المعاكس. إن لاحظت فجأة أن المياه تنحسر بسرعة وبشكل غير متوقع من الشاطئ كاشفة عن قاع محيط، فيجب عليك تحذير الجميع حولك والابتعاد عن الشاطئ بأسرع ما يمكنه. وذلك لأنه عندما يكون خط الساحل بعيداً عن الشاطئ على نحو غير طبيعي، فتلك علامة على اقتراب موجات تينامي. عدم وجود مضخة هواء والإطار الفارغ من الهواء مزيج سيء عند قيادة سيارتك بعيداً عن المنزل. لإصلاح الإطار، أحضر حفنة من الأعشاب أو أوراق الشجر، وضع أكبر قدر ممكن منها على الإطار بالتساوية. سيكون هذا كافياً للوصول إلى مكان آمن. هتعرف أي حيل أخرى لإصلاح الإطار الفارغ من الهواء بدون مضخة هواء؟ شارك أفكارك الثمينة في التعليقات أدنى. إن كنت تتعرض لهجوم ضبي، هذا الحيوان ضخم بالمناسبة، فحاول أن تختبئ خلف شجرة. لدى هذا الحيوان منطقة عمياء في رؤيته المحيطية. لذا فإنه سيضيعك ويمكنك بعدها الهرب بسهودة. إن كان يطاردك دب أسود، فتذكر أنه يجب عليك أن لا تدير ظهرك لهذا الحيوان أو تحاول الرقب. فقد يجعله أي تصرف منهما عدائياً. الخيار الأفضل أن تستلقي على بطنك لحماية أعضائك، مع وضع يديك بالتقاطع خلف رقابتك لحماية الشريين، ويقنع الدب بأنك لا تشكل أي تهديد. إلى جانب ذلك لا تحاول تسلق شجرة، فالدببة تتسلق الأشجار بشكل أفضل منك. أو، وإن رأيت الدب يوغي، فلا تحاول أن تبدو مثل سلة نزهة، فسوف يسرقك في كل مرة. في حالة الهبوط الاضطراري لطائرة على المياه، لا تنفخ سترة النجاة قبل الخروج من الطائرة. سينتهي بك المطاف بعدم القدرة على الحركة بدون مساعدة، لأنك ستعوم للسق في مقصورة الطائرة. التصرف الأكثر أماناً، أخذ نفس عميق واستباحة خارج الطائرة، مع أخذ سترة النجاة دون نفخها. حالما تصبح خارج الطائرة، يمكنك نفخ سترة النجاة. إن كنت في منزل بارد لا توجد فيه تدفئة أو كهرباء لسبب ما، فأثر على بضع طوب كبيرة ووعاء من الفخار وبعض الشموع. أضئ الشموع وضع الطوب حولها، ثم غطي الشموع بالوعاء المقلوب بوضعه على الطوب. وأصبح لديك الآن مدفأة يدوية الصنع يمكنها تسخين الغرفة بأكملها. إن علقت في حريق، فبقى قريباً من الأرض. هيأتي الخطر الأكبر من الحريق نفسه، لكن من الدخان. ولأنه أخف من الهواء، فإنه يرتفع. لذا يجب عليك البقاء قريباً من الأرض قدر المستطاع لتجنب استنشاقه. إن علقت بالصدفة في تيار سريع، فلا تحاول مقاومته والسباحة إلى الشاطئ مباشرة. فذلك سيستنفد طاقتك في وقت قصير جداً. بدلاً من ذلك، حاول أن تسبح بموازات الشاطئ حتى تخرج من التيار، وبعدها فقط اسبح باتجاه الشاطئ. إن كنت عالقاً فوق جليد هش ولا يوجد حولك أي شخص للمساعدة، فاستلقي أولاً على بطنك ومدى ذراعيك وساقيك. إن كان لديك كاسر جليد، فاستخدمه كمقبض للعودة إلى بر الأمانة. إن لم يكن لديك كاسر جليد، فيجب عليك التدحرج في الاتجاه نفسه الذي قدمت منه. سيساعد ذلك على توزيع وزن جسمك بالتساوي. إذا توقفت سيارتك عن العمل في منتصف مسار السكك الحديدية، وتشاهد قطاراً يقترب منك، اترك سيارتك في أسرع وقت ممكن. وبعد ذلك ابتعد عن السكة، ولكن في اتجاه القطار القادم، إن اخترت الاتجاه نفسه الذي يسير فيه القطار، فستجد نفسك محاطاً بحطام سيارتك، ولن تتمكن من الإفلات من قطعها الضخمة المتطايرة. أكثر الأعراض شيوعاً لضربة الشمس هي الغثيان والدوار، ولكن كيف يمكنك أن تتأكد من أنها ضربة شمس، إن كانت الأعراض شائعة أيضاً بالنسبة للعديد من الأمراض الأخرى؟ حسناً، تناول شيئاً ما حلوى المذاك مثل قطعة سكر أو حلوة. إن وجدت مذاكها مقرفاً، اهرع على الفور للحصول على مساعدة طبية، فهذا يعني أنك تعاني من ضربة شمس. تخيل أن سيارتك عالقة في مكان بعيد عن المدينة، وليس لديك هاتف أو راديو للاتصال بالنجدة. في هذه الحالة، يمكن لإحراق إطار احتياطي إنقاذ حياتك، بينما يحترق هذا الشيء، سينتج دخاناً أسود كثيف وواضح على بعد أميال، وستتزايد فرص أن يلاحظ أحدهم إشارة النجدة، ولكن تذكر جيداً، لا تبتعد كثيراً عن سيارتك، ففي الكثير من الأحيان، يجد المنقذون سيارات سليمة في مكان مهجور، بينما لا ينجو السائقون الذين تركوا سياراتهم هناك للبحث عن المساعدة. ربما قد سمعت من قبل بنظرية أن البرق لا يضرب المكان نفسه مرتين، حسناً، احزر ماذا؟ هذا اعتقاد خاطئ، فاحتمال ضربة ثانية عال جداً، لهذا السبب يجب أن تبتعد قدر الإمكان عن المكان الذي ضربه البرق، أكثر الخيارات سلامة هو الاستلقاء أرضاً في مكان منخفض، إذ يضرب البرق الأماكن العالية، تخلص من جميع المعادن وهاتفك المحمول، قبل ثلاث إلى أربعة ثواني من ضربة البرق، ستشعر بمذاق معدني في فمك، وسيقف شعرك، اجلس على الفور، وجمع كعبيك معاً، وضع يديك على رتبتيك، إن كنت تشك في أن بعض الأشياء قد تكون مكهربة، ولكن عليك التحقق من ذلك بنفسك، كل ما عليك فعله هو لمسها بظاهر اليد، بهذه الطريقة إن كانت شكوكك في محلها، فستشعر بشحنة كهربائية طفيفة، وستتمكن من الحفاظ على يديك، ولكن إن لمست هذا الجسم بباطن اليد، ستجمد الشحنة الكهربائية يدك في شكل قبضة متينة، ولن تتمكن من إرجاعها إلى الوراء، قد تقوم بخطأ فاد حين اتبعت الاعتقاد الخاطئ الشهير لمحاولة امتصاص السم من لضغة أفعى، ينطبق الشيء نفسه على تطبيق ضماضات أو شيئاً ما بارداً على الجرح أو حرقه، كل ما عليك فعله هو إعطاء ضحية مضادات الهستامين، وإرغامه على شرب الكثير من المياه، والهرع إلى المستشفى على وجه السرعة، لا تلمس أبداً المنطقة التي تحيط بالجرح، وإلا سينتشر السم بشكل أسرع، عندما تتصل بخدمة الطوارئ، عليك أن تعطيهم عنوانك أولاً، وبعد ذلك فقط يمكنك شرح السبب وراء اتصالك، في هذه الحالة حتى إن أجبرك شيء أو شخص ما على إنهاء المكالمة، فسوف يعرف المتلقي أين ينبغي إرسال المساعدة، تجنب الحقول المفتوحة، وتأكد من وجود شيء أطول منك، مثل صديقك الطويل، أنا أمزح فقط، الأشجار والمباني وأعمدة المرافق تعمل على امتصاص الصواعق، لذلك لا تقف أبداً بالقرب منها، والتجنب كذلك المعادنة والخرسانة، فكلاهما موصل جيد من الكهرباء، وتذكر أن عواصف البرق تدوم ما بين ثلاثين دقيقة إلى ساعة فقط، لذلك من الأفضل إمضاء الوقت في مكان آمن بدل المخاطرة في الخروج، حتى لو كنت ترتدي ملابس كافية ودافئة، تبقى بعض أجزاء جسمك معرضة للطقس البارد، ستساعدك علبة فازلين عادية للوقاية، ضع الفازلين على الأجزاء المكشوفة من الجلد، وسيحميك من قدمة الصقيع، لكن لا تعول عليه لفترات طويلة، ابحث عن مأوى أو نار بأسرع ما يمكن، الحيلة الأخرى تتمثل في جعل حذائك فضفاضاً بعض الشيء، يساعد ذلك على تحريك الدورة الدموية في قدميك لتشعر بدفء أكبر، ستحتاج إلى مغناطيس وإبرة وجسم خفيف مثل فلين أو قشة شرب، وكوب ماء، اجعل الإبرة ممغناطة بفركها على المغناطيسة، ثم اضع قطعتين من الجسم الخفيف على جانبي الإبرة، اتركه ليطفو على الماء، وسيتوقف أخيراً في اتجاه واحد، وتماماً مثل البوصلة فإنه سيشير إلى الشمال، الإصابة ببضع الأسعاد ليست مشكلة كبيرة، لكن محاولة التنقل في البرية دون الحصول على نوم جيد هو أمر خطير، يمكنك إبعاد الذباب والبعوض من خلال حرق أعشاب الثوم أو إكليل الجبل أو النعناع أو الزعتر، كلها تبعد بروائحها جميع الحشرات المزعجة من حولك، أو يمكنك صنع فخ، قص زجاجة بلاستيكية إلى نصفين، وضع شريطاً لاصقاً على حوافها، اسكب ماء محلاً بالسكر فيها وأضف بعض الخميرة، سينجذب البعوض لها ويعلق على الشريط، وهكذا ستحزم معك بعض الخميرة إلى رحلتك للتخيم، استمتع بوقتك، احمي جسمك من الجفاف، استخدم الندى واجمع مياه الأمطار، من الجيد أن تحمل معك خيمة، لكن حاول نصبها بشكل غير مشدود تماماً لكي تجمع لك الماء، عند عدم هطول المطر، قم بلف قطعة قماش حول ساقك، وامشي بين الأعشاب الطويلة في الصباح، ستجمع الندى ثم يمكنك عصره في زجاجة، أحطر علبتين إحداهما أطول بقليل من الأخرى، املأ العلبة الطويلة بالماء العكر، ثم لف قطعة قماش مع وضع أحد طرفيها في العلبة المملؤة، والآخر في الفارغة، ستستغرق العملية بعض الوقت، لكن قطعة القماش ستمتص كل الماء وتنقله من العبوة الأولى للأخرى، الخبر السار هو أن جميع الأوساخ ستبقى مكانها، ولا تنسى غلي الماء لضمان سلامتك، ستحتاج إلى بطارية 9 فولت لذلك، وضع طرفي البطارية على قطعة من ليفة سلكية، سيؤدي إلى حدوث شرارة كهربائية صغيرة تنتشر على الفور، ضع بضع كرات قطنية في مكان ظهور الشرارة لتحصل على نار متقدة، لكن تذكر أن عليك أن لا تسمح للنار بالهيجان، واحتفظ دوماً بطريقة واحدة مضمونة لإخمادها، مثل مثهانتك، إثناء في واحد إخماد النار وقضاء حاجته، كيف تخرج من التيارات المازقة؟ هذه التيارات هي تدفقات الماء التي تظهر بالقرب من الشاطئ، وتنساحب منه بقوة وسرعة هائلتين، السباحة ضد تيار مازق لا جدوى منه، لأنه قوي جداً، ولكنه ضيق جداً أيضاً، لذا يمكنك السباحة على طول الشاطئ في أي اتجاه للابتعاد عنه، بمجرد أن تشعر أن لا شيء يصحبك في اتجاهه، يمكنك السباحة في اتجاه الشاطئ، ما عليك سوى فعل ذلك في خط متعرج، كيف تحافظ على سلامتك على متن الطائرة؟ إن سقطت أقنعة التنفس، ضع قناعك على الفور، ومن ثم انتبه للأشخاص من حولك، حاول السفر على متن طائرات كبيرة، فهي قادرة على ابتصاص وقع السقوط أكثر من غيرها، أفضل المقاعد التي يمكنك الحصول عليها، توجد في الخمس صفوف الأقرب لمخارج الطوارئ، من الناحية الإحصائية، التوقيت الأفضل للخروج من الطائرة بعد حادث تحطم، حوالي تسعين ثانية، اقرأ جيدا لائحة السلامة، واتبع جميع التعليمات من طاقم الطائرة، كيف تتجنب أو تمر إن كان هناك تدافع؟ إن وجدت أن المكان قد أصبح مكتظا بشكل يدعو إلى القلق، فحاول العثور على مسارات ممكنة للهروب وأماكن للاختباء من حولك، وفكر في أكثر من اتجاه لتتحرك فيه، لا تحاول السير ضد حشد من الناس، ولكن يجب مجاراتهم، والسير بشكل جانبي بدلا من ذلك، بهذه الطريقة ستصل إلى حافة التدافع، وستتمكن على الأرجح من الهروب أو الاختباء في مكان لاحظته مسبقا، حافظ على يديك مرتفعتين إلى فوق مهما كلفك الثمن، ستفسح لك المجال للتنفس بشكل جيد، ماذا تفعل إن ضللت في البرد لوقت طويل؟ حاول ارتداء ثلاث طبقات من الملابس، يجب أن تكون الطبقة الأولى مضادة للتعرق، والثانية عازلة ودافئة بشكل عام، وأخيرا ينبغي أن تحميك الطبقة الخارجية من الرطوبة والرياح، تجنب ارتداء الملابس القطنية، بما أنها تتبلل بسرعة ولن تحميك من البرد، إن عدت إلى المنزل بعد قضاء الكثير من الوقت في البرد، لا تهرع للغوص في حوض ساخن، من الأفضل تغيير ملابسك أولا وتناول طعام ساخن، ماذا تفعل إن واجهك كلب شرس أو حيوان بري؟ لا تنظر في عينيه مباشرة بالنسبة للحيوانات، هذا يشير إلى نواياك العدوانية، لا تفزع وتحرك ببطء، امنح الحيوان مساحة للتحرك بحرية، إن كانت لديك حقيبة ظهر لا تحتفظ بها، حاول نزعها من فوق كتفيك، سيسهل ذلك حركتك، وقد تخدم أيضا كهدف الإلهاء، لا تصرخ في وجه الحيوان لتبدو مخيفا أكثر، ستستفزه بهذا الشكل، وسيود إثبات أنك مخطئ، ماذا تفعل إن كنت تختنق؟ ضغطات البطن أو مناورة هيمليك، دفعة قوية للجزء العلوي من المعدة، تحت القفص الصدري مباشرة، تستعمل لإخراج ما عليك في حلق شخص ما، يمكنك استعمال هذه الطريقة على نفسك أيضا، ما عليك سوى إحكام قبضة يدك ووضعها بين ضلوعك، وتغطيتها بكف يدك الأخرى، ومن ثم دفع بأقوى جهدك مرة واحدة، يجب أن تسعل بقوة أثناء العملية، في حرائق الغابات، اختر الوجهة التي ستجري إليها حسب اتجاه الرياح، إن كانت تهب على النيران، فيجب أن تركض باتجاه الرياح، لكن إن كانت الرياح تهب تجاهك خلف النيران، فمن الأفضل أن تهرب بشكل متعامد معها، سيساعد كذلك على تجنب اللهب والشرارات التي تحملها الرياح، عندما تسقط في مياه باردة ولا تستطيع السباحة إلى الشاطئ، احتضن ركبتيك بالقرب من صدرك، إن كان معك أشخاص آخرون، فتعانقوا معاً للحفاظ على دفئ أجسامكم، واستمروا في فعل ذلك حتى تصل المساعدة، لا تستخدم الماء لإطفاء حريق مشتعل من زيت، فالماء وزيت لا يختلطان، لذا سيتفاقم الوضع، تحتاج إلى إخماد الحريق بقطع إمداد الأكسجين عنه، للهروب من صندوق السيارة، يا له من يوم عصيب، أعثر على فاتح الصندوق من الداخل، يبدو مثل مقبض يضيء في الظلام، ووجود هذا المقبض إلزامي في جميع المركبات الأمريكية الصنعة، التي تم إنتاجها بعد عام 2002، لكن إن كانت السيارة أقدم، فمزق الأسلاك من مصابيح الفرامل واركلها للخارج، ستتمكن من تمرير يدك عبر الفتحة، وتخبر الناس حول السيارة أنك بحاجة إلى المساعدة، إن كنت تحمل ساعة تناظرية، فيمكنك استخدامها كبوصلة، ضعها بشكل مسطح على راحة يدك، في نصف الكرة الشمالية، قم بمحاذاة عقرب الساعة مع الشمس، ستكون جهة الجنوب في منتصف المسافة بين عقرب الساعة و 12، أما إن كنت في نصف الكرة الجنوبية، فأشر بـ 12 بشكل مباشر إلى الشمس، يعد استمرار النحلة في الاستضام بك علامة على تخطيط السربي للسعك، لذا أعثر على مخبأ في أسرع وقت ممكن، ولا ترتدي ملابس غامقة في الأماكن التي يتواجد بها نحلة، وذلك لأن هذه الألوان تشعرها بالخطر، لذا من المحتمل أن تصبح عدائية تجاهك، في حال تعطلت سيارتك في منطقة نائية بدون إشارة هاتف، احرق أحد إطاراتها، من المؤكد أن الدخان الأسود الكثيف سيجذب الانتباه، احرص دائما على وضع مفتاح السيارة الإلكتروني على المنضادة بجوار السرير قبل النوم، إن حاول لص اقتحام منزلك في الليل، فاضغط على زر الاستغاثة، على الأرجح أن صوت إنذار السيارة سيخيفه وسيفر من المكان، تخيل الآن أن شخصا على وشك تقييد يديك بسلك معدني، أبقي مرفقيك قريبين من أضلاعك، بهذه الطريقة، ستتوفر مساحة إضافية بين معصميك عندما تمد ذراعيك، لف معصميك بحرص لتحرير يد واحدة من هذه المساحة، لنفترض أن طعامك نفد في البرية، يا للهول، يمكنك أكل لحاء بعض الأشجار، خاصة شجرة البتولا أو الصنوبر، اقطع اللحاء الخارجية الصلبة والغامقة للوصول إلى الجزء الداخلي الفاتح والطري، يمكنك تناوله نيئا، لكن قليه أو غليه سيسهل مضغه، لا تصعد الدرجة أو تنزله ويدك في جيوبك، لو انزلقت أو تعثرت، يجب أن تكون قادرا على الإمساك بالضربزين بسرعة، أو حماية رأسك بيدك، لفتح سيارة بقفل متجمد، ضع مصصة شرب بلاستيكية في فتحة المفتاح، وانفقها عدة مرات، ستذيب الحرارة من أنفاسك الجليدة عن القفل، قبل الذهاب في مغامرة تخيم، انقع بضع كرات قطنية في فزلين، وضعها في حاوية مغلقة، ستشعل هذه الكرات النار بسهولة، أو كنت تسافر إلى هناك لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، فيجب أن تكون على دراية بالعلامات التي تشير الاقتراب التسونامي، قد تكون تلك العلامات على شكل هدير مدون قادم من المحيط، أو غيرها من الاضطرابات غير العادية في المحيط، فعلى سبيل المثال، قد يبدأ الماء فجأة بالانحصار كاشفاً قاع المحيط، أو العكس، قد يظهر في الأفق جدار مائي، لاحظ أيضاً التغيرات الغريبة التي تظهر على سلوك الحيوانات، فإذا اجتمعت معاً بغتة أو اختبأت في زوايا ضيقة، أو غدرت المكان أو ظهرت عليها علامات القلق الشديد، فقد تكون هذه دلالات على قرب حدوث كارثة طبيعية، بمجرد سماعك للتحذير من سونامي قادم، لا تنتظر ولو لثانية واحدة، وأخذ المكان فوراً، اترك خلفك مستنداتك وممتلكاتك الشخصية، فهذا ليس الوقت المناسب للتفكير بهذه الأشياء، اجمع حبتك، فاستخدم أي وسيلة نقل متاحة للابتعاد عن السحل، اذهب بسيارتك أو بركب الدراجة الهوائية، أو اركض بأقصى سرعة ممكنة، ابتعد عن الشاطئ قدر الإمكان، واتجه نحو التلالي والجبال المرتفعة، أو اذهب نحو الغابة، وإذا كان ذلك ممكناً، فانتقل إلى بعد ثلاثة كيلومترات داخل اليابسة، وثلاثين متراً فوق مستوى سطح البحر، أما إذا علقت في المياه المرتفعة، تختر أكثر المباني علواً ومتانة، وتسلق نحو القمة، ليست هذه طريقة مثلية، نظراً لاحتمالي انهيار أساسات البناء نتيجة تأثير موجة التسونامي، لكنه خيار جيد نوعاً ما، ضع في اعتبارك أيضاً، اختفاء الطرق بعد موجات التسونامي، لذا بعد انتهاء كل شيء، قد تواجه صعوبة في العثور على طريق العودة، عادة ما يكون التسونامي مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالزلازل في معظم الحالات، لذا يجب أن تحاول الهرب إلى المناطق المفتوحة الخالية من المباني أو ذات المباني القليلة، وذلك لتجنب التعارض للحطام المتساقط، والأهم من ذلك كله، الابتعاد عن خطوط الكهرباء والجدران والجسور وما إلى ذلك، فحتى إن كانت هذه المباني تبدو قوية بما يكفي، فقد تنهار أثناء الهزة الارتدادية، وعليك دائماً إلاء الانتباه إلى تحذيرات التسونامي وأوامر الإخلاء، وإذا لم تكن في منطقة معرضة لأمواج التسونامي، فالزم مكانك وانتظر المزيد من التعليمات، ضعف اعتبارك أن طرق الإخلاء في الأماكن المعرضة لخطر محتمل، غالباً ما تكون محددة بإشارة خاصة بها موجة وسام، وتشير إلى اتجاه الأراضي المرتفعة، إذا سقطت في الماء فأمسك بجدع شجرة، أو باباً أو طوق نجاء، باختصار، ابحث عن أي شيء يطفو، وكلما كان ذلك أسرع كلما كان ذلك أفضل،